اشتركوا في القناة وانا يا باقس دي راجل واذا نمشي نعصي الله تبارك وتعالى هل يجوج لها في حالتها هاته ان تمنعني من الحلال والتزوج مرة ثانية على اساس ان اعرف لها حقها خير من ان اطلقها واتزوج اخرى اليس من الافضل ان اتزوج المرأة الثانية فاعف نفسي لانني اخاف الله في زمن يكثر فيه العري فلا امان لمسلم ولو كان متزوجا فكيف برجل متزوج بمرأة لم تعد تلبي حاجته وفطرته التي فطر الناس عليها ممكنش ولكن تمنعوني وتهددوني واش عند الحق اللي ما عند اجلها هذا الكلام غادي نقوله اليوم للنسا هذا مسكين هذا السؤال مش غواب وحده هذا غير ها يا ها 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 تان تايبك لا لا اوارك تكتنهيتها غير هيا لا لا وصح صح وا اوارك تباتل فتدارو اللي ما اللي ما يحلولكش ها لا اخترت اخترت من نسان وش يبلعوني الباب ما يبلعوش عليهم ان شاء الله اللي يبلعو الباب واسمي ايوه صافي صافي دعو تكرها في ابل عباس ها الموهم ما اسمه قادي نقولك ها انتا تشوفوا هالواقش قاللك يا سيدي ظركوا قاللك يا سيدي واش عندها الحق تمنعني لمعداش الحق تمنعني اوالا النسا والرجال شكون خلقهم الله وش كل امرهم الله الخالق الله الامر الله واللي هو مسلم اللي مسلمة اش هو الدليل دي الاسلام دي الكنتان شاء الله اللي ما اللي اسمه ان الله اذا قضى امرا زيل انتا قولا سمعت واطعت نزلت فالقضي انتع الزواج وما كان لمومن ولا مومنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين ضلال مبين يقول ضلال مبين قضية التعدد شرحها الله ولا شكله شرحها الله سبحانه انت من انت بشي عن طريب يتفوت عليه يفوت عليك ويقرره شيته انت عدوه وغادي تقول له رك غالط لا ما تقول له غالط لانه مختص انتا ما غاديش ناقشو في الاختصاص انتا عود وتقفى ولا ما تقفى وتقفى وتسلم العمر لك لا ولا مسلم تسلم لي انك تقول هالسيدة راقرا وراعرا لانه راع عنده علم ما اولا كذلك الدين هو الاختر فاذا كنا نحترم التخصص في هذه الامور التي يكون لها الاثر سيء على الفرض فقط فكيفنا نحترم التخصص على الدين الذي فيه مفسادة للامة ككل اذا قام بها من ليس لها اهل وهم العلماء الربانيون انت يا ابني تفوق اشكال عندك العلم اللي اللي تتكلمين انت عمسي دي في قضية انت تعدد ربك يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء ماثنى وثلاثة وربا فانخفتموا ان لا تعديلوا في واحدة هنا انت خفت متعدلش ولا انتقع ما اخفتش يعني اخفت منلي متعدلش تقدر تدير الثانية او لا ما اقدر ديرها لان ليس معانا انك اذا خفت اخفت ان لا تعديل ان لا تتزوج الثانية والثالثة والرابعة هذا انتا غيب لكم من الرب تكافلي الى متعدلش غادي ما تعدلش من التزوج الثانية وغادي يبعثك الله وشي واحد يشقيك مائل لكن لا يمنعك الله حتى ولو لم تعدل عن التزوج الثانية والثالثة ورابعة لأنه ليس هناك نهي في الآية أن الله ينهى من يخاف العدل ينهىه على أن يتزوج الثانية ما كانش أما في نفس الآية وأن تستطيع أن تعديله ولو حرصتم هذا رب في السلام معروفة هذا الحرص أنك لنستطيع أن تعديله ولو حرصت على العدل هذا هو اسمه حرصت قال مسائل قلبية كان يحب عائشة أكثر من حبه لكل النساء ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك أن يعدلوا فيما يستطيعوا العدل فيه وهو الأمور المادية أن أعطي لهذه جده ونصرف لهذه جده ونشرل هذه كما نشرل هذه ونبت مع هذه هذللة وهذي هذللة وهذللة بالصح المباشرة التي تكون أثر من أثر المحبة هذه لا سلطانة لك على قلبك المحبة وش أنا عنديش سلطانة على قلبين بغي هذه كثير من هذه الدفية الخير كثير من هذه هذه تحسن إليه كثير من هذه هذه نتمنى باش جليل أنتح ولذلك هذا المرأة اللي الآن كانت تقول لك هذن سأل لك كيف تستطيعوا عن تعديلهم ونحرصهم يعني أنك ما تقدرش تعديل إذن ما تزموش غير وعدها يا الله مرأة يا الله ما تستطيعش تعديل في الحواج لم تقدرش تعديل فيها لا أنت ولا أنا القضايا العاطفية المتعلقة بالقلب والقلوب تتكلم والقلوب جملت على محبة من أحسن إليها فيحب الإنسان من أحسن إليه أكثر من الذي أسى إليه لا كدير هكذا تدزجت عن نساة وحدة تقير معك وتفرع معك وتصبر معك وتقنع اللي جبته والأخرى تقول لك ما دلتوا عنه هذا هو اللي يجب لي أنا ما دلتوا عنه ما دلتوا عنه سيكون عندك كيف كيف أنت تحاول تعدل دينها إذا أقول لك إلا إلا الله محمد رسو الله هذا هو إلا رك وتسمع ولا مرك أراك وغادي تحاسبوا على هذا شيء أنا أقول لي والي السؤال تعخونا هل هي أجوز والي المرأة أنت منعك من التعدل لا أجوز الشرعان أقول لي والي الشرعان واللي تربح في التعدل شكل هي هي على مرأة هذه أختك اللي رك تقول لي أنا نبغي حق المرأة وندفع على حق المرأة ها؟ هذه كمني نزوج مشي حتى هي مسكينة را عندها حقها شوية ليس من الحلول التي جعلها الله لكثرة النساء الأرامل الله فقدنا المعيل أو النساء العازبات التي أصابهن العنوسة ثلاثين عام ربعين ثمانيات المليون في المغرب ثمانيات المليون ثمانيات المليون ثمانيات المليون مشي هذا من الحلول؟ ها؟ مشي من الحلول؟ تقدرين لتعاون ما يبقىش أقول الرجال اللي يراكو كذا لا 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 المرأة ضد المرأة المرأة هي اللي ضد المرأة ما لها ما تدّيها شو التعاون وإن شاء الله تباركه وكيما تكونوا كيما يبكري والتعاون وسبحان الله كاين المرة اللي اديها الثانية ومعندهش الولاد وواحدة عندها الولاد والله لا الولاد يجدع المرة إليه وليه وقلوا ما هذيك اللي ما عاش المؤمنات كيفاش كانوا دايلي ثلاثة اربعة وتبارك الله ما تعرف قاعده ولي اديها الشي وكل شينا عايشين في عائلة ومتعاونة فين احنا ولو كان غير كاين زعمها هالستيد بغى غير يبغى يدي الثانية وصاف اراه يسمى كاين واسمه اراه لي يدفع المفسدة يا ابنتي انتي يا ما قديتيش الله يسهل الله يشافيك الله يجعسيك غير غير يكرمك وكذا وتبقى يزوجته ولكن ما تقدريش ان شاء الله تلبيله وذلك الرغبة دياله وهذا شرع دين هذا ويبغيت يمشي والعياذ وبين يمشي خسكم ابنتي اراه ما ينفع والله سواك لا مربي وشرع صيد يا ربي اراه كل شي يا ربي اللي خلقناه الا يعلموا من خلق وهذه الحيلة وهذه المراوغات وهذه تلوي هذا اللي دياللسان في غير ما لا فائدة ولا طائل من ورائه اراه ما يخدم لا المرة ولا الراجل اراه غادي ادي لما يؤدي اليه مما ترون وما هو اكثر والذي يعرضونا لصخة الله صحة الله تعالى واذا كنا اقول الكرامة عنده ايش الحقاولي والله يجزيك بخير انا اقول هالله مراه اعطيله اعطيله للموافقة وغادي هو لي تعطيل الموافقة ويزوج كتكون بين يدي الله تعالى السحنتاك واسمه السحنتاك برأتيها اه يبقى هو اللي عليه هوش يعدل ولم يعدش ذلك الوقيتك هاي تكون هو اما يكون عادل ولا يكون ظالم ذلك الوقيتك هاي تكون ايش؟ سبحانه عز وجل سبحانه عز وجل